اشتركوا في القناة ومشاركة معه للسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض الجهود التي قامت بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة تنفيذ قرارات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الصادرة عن القمة العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين في مايو الماضي قمة البحرين وذلك في المسائل والقضايا المتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك